أعلنت الداخلية الفرنسية إلقاء القبض على 1311 شخصا مع تواصل الاحتجاجات إسرامقت الفتى برصاص شرطي وأوضحت الداخلية الفرنسية أن هذا العدد أعلى بكثير من توقفات الليلة السابقة التي شملت 875 شخصا وشملت الاعتقالات عشرات الأشخاص في مدينة مارسيليا الجنوبية ثاني كبرى المدن الفرنسية وقالت الشرطة أن مثير الشغب في وسط مارسيليا نهب متجرا للأسلحة النهرية